السلام عليكم. اليوم راح نكفي بشابتر ترافاي انرجي. يوم نحكي بنخلص البرتي ترافاي. وبدنا نبلش ازا الله راض بالبرتي اه انرجي. اه اول شغلة اه بنرجع نذكر شوية صغيرة عن ترافاي هيك على السريع. حكينا انو ترافاي كيف نحنا قدرين نجيبها. انو ازا كان فورس كونستانت كيف نحنا بنرسم اه اه فيكتورات او كيف بنرسم بنرسم اكس نرسم بادر باند كولير عليا كيف طلعت معنا انو اه شو اسمه البنديل كيف مجيب اللي هي ايكس زي كرين طلعت معنا منا عن طريقة قدرنا جبنا للترافاي للبواب هادي الحالي هي ام جي ال فاكتور ام وقوس والالفا هي الانجلي اللي هون. اه رح نحكي هنا ع نفس الموضوع لنا انه ازا كان آآ عم نحكي مسلا التنصير ما يمشي لحوالة طبع ازا كان عم حكينا بعدين عن البندول ازا كان البندول انتقلت من البوان بيشرط ان البوان بي هي منع فقلنا انه نفس الموضوع بس بس بيصير عنا هون الام جي ال كوسينوس الفا فينال موه كوسينوس الفا اه انيسيال يعني هاي دي الفورمولات طبعا مش مطلوب ممكن تحفظوها هاي دي كلها سوا كل شي حكي كل شي حكيناه وقتها هون وكتبنا هون هاي دي لازم ينكتب على المسابقة يعني ما بيحق لي انا اكتب او ترافال البواهي بلوس ام فاجيف والكوسينوس الفا فينال مو الفا انيسيال لا ما بيحق لي اكتبها هيك بدي اضطر اني انا ارجعت كل الشغل اللي انا اشتغلته من قبل يعني كل شي هون بالتفصيل كله لازم ينكتب كله بيكون عليه علامات يعني هاي دي مسلا بيكون مسلا عن جهزة من العلامة هاي دي جهزة من العلامة كله عليه علامات بالاشياء اللي بدت نكتب هون نحكينا عن نفس الموضوع انو ازا كان في عندي ابجت ريجيد مش ازا كان ازا كان في عندي اه ابجت عنده او تيج مسلا فبقلنا بهذا الحال نحنا مناخد الهوتر الامج اح بشرط ان اله هي عبارة عن الهوتر من الصندر الماس دي لان وقتا لما كنا عم ناخد عن هيدا الابجت فكانت هون الصندر الماس لوكاليزير مع الماس بنا ما ازا كان في عندي ابجت ريجيد فانا ما في عندي ما ما قدر ان اخده من هون لناخده من الصندر الماس اللي هو موجود بهذا الحال راح تكون الادستانس بدل ما تكون الامer بصل الصود لانو الدستانس من هون الهون هي ازا حى ودو لانو اللتيج سائل عنده او الابجت ريجيد عنده لان greetings rendering ال. فقالنا بنشتغل نفس الموضوع. لحظة نفس الكاتيبة بس تغير شوي صغيري موضوع ال ال صارت ال سور دو. لانه صارت ال سور دو. اذا بتكون كأنه هايدي التيج او هايدي اللي هي هيك مسلا هي بها الطريقة بشارط انه ازا كانت هايدي ال كأنه هذا ال ازا كان هايدي عنده ماس ام. فصار كأنه عندي بول اه باندويل سامل اتعطى شيء اه اه امير مسلا اه بي اه او بي اه بفيل اينكس تنسيب دو ماس نيجلجابل وهيدي عنده ماس ام ومن هون لهون عنده لانه هي سننا ناخد احنا من مصة متل ما اتفقنا هون مش من الطرف. فبهن نفس الطريقة بيطلع معنا الشغل بيطلع معنا الترافايل للبوا هي ام جي فو ال سور دو اه فو كوسينوس الفا دو موان كوسينوس الفا اه طبعا هدا الشي اللي حكينا المرة الماضية بحكينا على الممان دو روتاشن ازا كان عم يحكي عن اه دو فورس دو ممان عم نحكي عنا هون فبهيد الحالة اه الترافايل للممان بتسوي ممان فو اتتا يعني ازا كان في عندي تيج مسلا اه عملنا على فورس كم سا هيدا التيج برم وصار اه شعبني صار مسلا شكله اه هيك مسلا مسلا فهيدا برم انه برم بانجل تيتا فبهيد الحالة بسبب هيدا الفورس طبعا اللي نعملت فهون الممان لها الفورس بتسوي او بتسوي الممان دو ست فورس بتسوي الممان لهيدا الفورس نجيبها بالكالكول متل ما كنا نعمل بالشابيتر قبل فهالانجل تيتا اللي هو هون صار يعني بدل ما تكون هيدا بحالة الحالة صار رم نحكي هون قد بلا سمو هو تيتا بحالة الروتاسيون فنفس الفورميل بدل ما نحكي عن مما عبve بدل ما نحكي عن فورس صار رم نحكي عن مما بدل ما أحكي عن دي بلا سمون دي صرت بحكي عن اه سلام تيتا ان هون صار رم unsuccessful هاي دي هي الفكرة طبعا هون الماما للفرس هي بنيوتون افوا متر بنا من يخدع عطول بالرديون. طبعا هون نفس الموضوع بس اذا كان بدلا ما يكون في عندي فرس صار في عندي كوبل دو فرس تعرفوا انتو من شابيتر قبل الكوبل هو بيكون في عندي دوزو او دو فرس اه كم سا بيكون نحن 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 نوقفنا هنا مرة ماضي هي عبارة عن شو? هي شوفوك شو الفكرة. تخيلوا انا مسلا عندي آآ سطح مسلا. فعندي هون نقلة اطراب مسلا. فهادي نقلة اطراب انا بدي ايجي او شويلة بوطن او اللي هو. فانا بدي ايجي زقه حطك كله سوا فوق. طيب. انا ممكن جيب شغيلين. اول شغيل آآ قادر انه هو بيقلك انا بزقه مسلا لفوق بي شو عفني بي آآ نص ساعة. بينما واحد تاني آآ بيقول لك انا او بيقول انه انا ازقهم لفوق بساعتان مسلا. فبهادي الحالة اتنينة هون رح يععملون نفس يعني يعني يحطون هون. نفس عمل بس كل واحد فيهم اخد وقت مختلف طبعا الاول حيعمل مجهود والتاني حيعمل مجهود. نفس المجهود بس الوقت حيكون مختلف يعني واحد فيهم حيعمل مجهود حياخد معه. آآ كل انه وقت اصير والتاني حيخد معه وقت اطول. فموضوع الوقت هو بالنسبة لانه هو موضوع كتير مهم. وحتى ندخل لموضوع الوقت آآ هون فانا بيحكي عن شي اسمه شو هي 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 عبارة عن طبعا هون طبعا هي خاصة بالوقت على او بالترافاي على الوقت. شو يعني على الحكي. اتخيلوا انا اذا كان مسلا الطن صغيرة. اذا انا الطن صغيرة يعني انا عم بقسم على رقم صغير. اذا عم بقسم على رقم صغيرة يعني حتطلع معا على كبيرة. اذا طلعت كبيرة يعني هيدا عنده عم يعمل مجهود اكبر. يعني بمعنى تخيلوا مسلا الشخص هدا مسلا بدي يزق الطرابات او يزق اللي هو فلما بدي يزقوا من محل لمحل ازا بدي خلصهم بنص ساعة فبدي يكون سريع وبالتالي هيعمل مجهود اكتر هيسرع او بدي يضطر يسرع اكتر وبالتالي هيطعب آآ اكتر لانه عم يعمل هيدا عم يعمل بوقت آآ صغير. بينما الابجيت التاني او تاني هيعمل نفس الترافاي بس اخي عوقت اطول وبالتالي انا عم بقصه مع رقم كبير فحيكون البيساس تاعتو آآ طبعا البيساس هي فورميول مناشية بس فورميول بسيطة البيساس ننتيال على هيوات آآ طبعا انتو بتعرفوها هي بالجول والطان لازم يكون بالجول طبعا هون آآ في عنا نحنا نعمل البيساس في عندي البيساس موين وفي عنا البيساس آآ انستانطاني هحكي عنا الوحدة وحدة هنبلج بالبيساس آآ موين البيساس صنا توافعت هىه وهنا هي شو الفورميول ساعت تراففايا للفورس طبعا ما قال من هنعله هي حالة موفمان دو وف evenly هنحكي نفس الشي بعد شوي على موفمان دو rotation فلما نحكي طالما هي هي يعني كأنه distance على الطام بس كا فيكتور فايطلا معي فيكتور فيتاس فهي عبارة عن فورس فوا فيكتور فيتاس موين لأنه distance أو دي بلاس معافل على الطام بيعطينا فيكتور فيتاس فا هي بتصير البوستانس موين هي عبارة عن فورس فوا فيتاس موين. هلا بحالة الموفمان دو روتاسيون ونفس الموضوع بس بدل ما تكون عندي فورس صار نحكي عن ممإووا تدتا لأنه ليه هي ممإوال الفورس متل ما هذه حقا يمفي dir. حوال توانhte فارس فيا تدتا. فهون حصلت تدرافايا خاصة كممان بالفورس فيا تدتا ليه فأنżeli تدته لليه asked about في المونة الفرصة فوا. تس عمقلير موين. إذا بتقول. تس عمقلير موين. فنفس الموضوع إذا بنتحكي عن الآن تانية على شاك انسان فال البيسانس آآ طبعا. هون ممشي هرجى عندك تابطونه النسائي. بالنسبة للبيسانس الانستان تاني. البيسانس انسان تاني هي نفس الفورميل. بس بدل ما نحكي البيسانس موين. صرت البيسانس انستان تاني. وبدل ما نحكي عن فيتاس موين راح تصير فيتاس انستانتاني. نفس الموضوع طبعا هون هيدي لقى هيدي فيتاس انستانتاني. وهيدي آآ فيتاس انستانتاني. طبعا هون ما ننسى زبطها. هدي هون خطأ مطبعي ما عندي انا. هاي دي لازم تكون انستانتاني بهيدي الطريقة. طبعا هاي بس فورميول من وشي. يعني هني عبارة عن فورميولات وطبق يعني من وشي. انه انه هو الفورميول للبوصانس مو يعني هي على الطان بحال ترانسلاشيون ممكن استعملها كفورس. عحسب شو معي ضني يعني الفورس ومماannah فورس وفا فيتاس ممidency الموين ا او بحال تلاه ونحنيه هي فورس وفا فيتاس كان无iği وف crater هي مما الله فورس فيتاس انقلير انستانتاني. طبعا هن حسب شو معي ضني ازهل أنا ممكن اعطيون اعطيكن للطرافائي للفورس. ممكن اكون اعطيكن الفيتاسم والفورول للفورس. فأنا حسب شو بقعتكن اا بنستعمل الفورميولة اللي احنا بدنا يهة. طبعا هاي دي فورميول.トبعا. يعني معلش. هاي دي موين. هاي دي فورميول. هاي دي فورميول كمان. وهي دي فورميول. وهي دي فورميول. اربع فورميولات للبويسس. بس كتير سهلين. وطبعا هاي دي فورميول خامسة واخيرة للبويسس. آآ بانفس الطريقة. فهاك نكون خلاصنا موضوع على البيسس. رح نحكي هلا بدنا بلج بشي اسمه انرجي. كاس كون انرجي. شي يعني انرجي. انرجي بالعربي يعني طاقة. طاقة يعني هيدا. شو يعني انا عندي طاقة? اوقات مسلا واحد بيكون قاعد بيقول والله ما قلي حال روح من هلوق ما قلي حال. شعني ما قلي حال. ما قلي حال يعني مكون انا يعني ما عندي انرجي كفاية لتمشيني لهالمحل المعين. نفس الشي مسلا هلق الدنيا رمضان. لما بكون مسلا انتو اول ما بتفيقوا مسلا بكير من النوم. بتكونوا نوعا مام ناشطين. مع مرور لنهار كل ما قرب وقت المغرب اكتر. فبتلاحزوا انه انتو شوي شوي بصير هيك يعني حيالكم بيقل كتير. ما بقى عنكم هيدا النشاط. طب ليش عم يصير معنا هيك? عم يصير معنا هيك بكل بساطة لانه نحنا في عنا كمية انرجي مخباية بجسمنا. هيدا الانرجي كل ما نحنا تحركنا كل ما عملنا اي تصرف اي حركة اي مفموة حتى التفكير حتى اي شي حتى دقات قلبنا مسلا اي شي عم يصير بقلب الجسم عم يصرف اه انرجي. هيدا الانرجي الى كمية معينة طبعا بجوئة بتا خلاص طب كيف بنرجع منعبية بكل بساطة منعبية لما بنرجع منيك والباللال. فهيدي نحنا بنسميها اه انرجي طبعا الانرجي ما ضروري انه هيدا اني انا كن عم بستعملها لأ. ممكن يكون في عندي انرجي مخباي بقلبي بس انا ما عم بستعملها. طب كيف بنعرف انه في عندي انرجي? بنعرف انه في عنا انرجي ازا كان قدرنا عرفنا انه اه انا عندي سواء انا قادر اني انا اعمل او اني انا عم بعمل يعني قادر بس ما بدي يعني قادر امشي بس ما بدي امشي انا عندي ادرا عندي قابلة تقول اني اعمل بس انا ما عم بمشي يعني انا قادر اني انا اعمل لحتى اهيق وبشكل انه هيدا الفورس تعملي فبهايد الحالة عفوا بهذه الحالة بصير في عندي شيء اسمه طبعا بنحكي لاحظوا انا عم محكي وعم حكي يعني انا لما احكي عن اه يعني انا هيدا الانرجي شو يعني انرجي هي كافية لاني انا تخليني اعمل فورس بشكل انه هيدا الفورس تقدر تخليني امشي تقدر تخليني اعمل فهيدا هي عبارة عن اه شي موجود بقلب الانسان سとか. يعني يعني ه pad arrested دانكور acab يعني هي قدرت ف pobre ان هو يا عمل لا ممكن يكون عنده انرجي بس ما عم يعمل قربل. ممكن يكون عنده انرجي وعم يعمل قربل عم استعملها ليعمل القربل. ممكن يكون عنده بس ما عم يستعملها بس قادر ان هو يستعملها. فهيده الانرجية اي اعطي لدي الانرجي. اعطي كنا سيكون مثلا كنا في هم الانرجي 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 شيميك هي الي بتكون بجسمنا. يعني كيف؟ يعني انه لمسا انا لما بدي مسلا اكل هدا الاكل هو عبارة عن نوع من انواع الانرجي. بقلب الجسم الانسان السلول بتعمل للاشياء او فبتعطينا بتعمل من الانرجي الشيميك لانرجي ميكانيك لحتى انا قدر اتحرك او حتى انا اعمل اه ايا موفموة. فهي دي الانرجي هي الانرجي الشيميك. ممكن الانرجي الشيميك بتكون عبارة عن انرجي بقلبة البطارية. مسلا. اه البطارية الصغيرة هي بقلبة بتعرفوا انتو انو موضوع البيل جالفانيك وهيك بالشيمي. نفس الشي في عندي شي اسمه او انرجي شيميك او انرجي ترميك او كالوري فيك يعني شلر. يعني انا اه الانرجي ممكن اوقات تكون عبارة عن حرارة. ممكن تكون عندي انرجي يعني ضو ضو الشمس ضو ضو اللمبة اي نوع من انواع الضو. الانرجي ميكانيك للي هو كل شي خاصه بالحركة. هاي دي مساميها انرجي ميكانيك. الانرجي مانيتيك طبعا من اسمها هي اه خاصة بالمغنطيس. ممكن يكون في عندي نوع من انواع الانرجي. فعند الانرجي سونار يعني انا لما بحكي الصوت. فهيدا كله نسوا تخيلوا انا يعني بمعنى الثاني جسمي انا لما عم متحرك مسلا الانرجي الشيميك اه اللي منجيبها من الاكل منحولها ممكن لانرجي ميكانيك. كحركة كموفمان. ممكن حولها لانرجي سونار يعني وقتها ما بتشوف واحد ولا طابت من الحكي. فالحكي هو عبارة عن انرجي سونار صوت. عندي الانرجي ايوليان. انرجي ايوليان يعني هي خاصة بالانرجي اه الهواء هادي مننا نحنا بنعمل مسلا مراوح كبيرة توربين. اه ازا بتشايفينا بتكون كبيرة اه شكلها هيك. اه بيكون فيها تلات مراوح اه طواحين مسلا ازا بتكون. او هادي انا مستعملها لان ولد كهربا مسلا موجودة. فهي دي اسمها انرجي ايوليان. اه طبعا اه وعندكم انرجي مش ايوليان هون عنكم انرجي نوكليار. نوكليار. انرجي نوكليار يعني هي الطاقة النووية. هاي هي مسلا قوملة نووية او انرجي نوكليار مستفد منها بكتير امور لنضوي كهرباء او لهو. فهال انواع الانرجي. رح نحكي نحنا اليوم عن الانرجي اه اول نوع عالسريع هي الانرجي سينتيك. شو هي الانرجي سينتيك? اي 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 عنده ام وماشي بفيتاز في يعني عنده فأكيد رح يكون في عنده انرجي بقلبه. لانه هيدا عم يمشي طالما عنده يعني عم يمشي. فهايدا طالما الابجي عم يمشي الفورم دانرجي اللي موجودة جوته منسميها انرجي سينتيك. وهي دي الانرجي سينتيك في الفورميول هي اندو مي ام فوا في اكر يعني هيدا الابجي عنده ماس ام وعندو فصورت الانرجي السيناتك بتسوي 1.5 فوا الماس دسات فوا الفتس دسات بهايد الطريقة طبعا الانرجي السيناتك بتكون انجول الماس بتكون ان كيلوغرام والفي هي ان متر طب فرطان انا كان في عندي سيستام دو مختلفة موجود بمحال معين مختلفة اسمون كل واحد عندو ماس معينة وكل واحد عندو فصورت الانرجي السيناتك لنه ف Daisو في دسات اغرام مختلفة 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 وكل واحد مختلفة وكل واحد مختلفة وكل واحد كبير طبعا هذا Plato Wo ما هكتر لكم اكتر من هالقد. اه بتمنى ما كنت فهموا مني. وبركة المرة جاي ازا ادارات منكفي اه شرح بهيدي ازا ادارات.